موسيقى وزير السياحة يبحث الخطط والرؤى الجديدة لإعادة إعمار مدينة حلب بما يليق بها وبحضارتها كما يقوم بجولة في المحافظة على عدد من المنشآت المتضررة تنشيط التخطيط السياحي والوقوف على واقع المشاريع الاستثمارية مبادرات واقتراحات تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار هذا ما أكد عليه وزير السياحة بشير يازجي خلال اجتماعه مع مديرية سياحة حلب ومديري المعهد والثانوية الفندقية وذلك للوقوف على واقع العمل وبحث الخطط والرؤى الجديدة لإعادة إعمار المدينة بما يليق بها وبحضارتها اليوم نقف مع كافة الأصحاب المنشآت والمستثمرين كما وقفنا بفترة الحرب وخلال السنوات الست الماضية اليوم نقف معهم في إقلاع مشاريعهم إن كان طبعا المتعسر ماليا أو المتضرر أو كافة الحالات لدراسة كل مشروع حالي حالي منشآة منشآة ووفق سوية المنشآة ووفق جدية المستثمر اليوم بابنا مفتوح لكل المستثمرين جادين الاجتماع يهدف أيضا للوقوف على التحضيرات الخاصة بورشة الخاصة بحلب القديمة والتي نتوقع فيها مشاركة كبيرة جدا فيما يخص وضع الرؤى وتمهيدا لوضع جداوة تنفيذية أو برامج تنفيذية خاصة بمدينة حلب القديمة وأهميتها نظرا للضرر الكبير الذي وقع على مدينة حلب القديمة بشكل خاص الوزير أكد على أهمية تنشيط التخطيط السياحي لإعادة المشاريع والاستثمارات السياحية مشيرا إلى ضرورة الوقوف على واقع المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية وتوصيف كل مشروع على حدة ووضع المقترحات للمشاريع القابلة للإقلاع والمشاريع المتوقفة وغير الجادة والمشاريع الجديدة وقد قام الوزير بجولة ميدانية على عدد من منشآت الإقامة المتضررة في حلب ابتداء بشيرة حلب الأمير ريغا الفندق السياحي قصر حلب وذلك للاطلاع على أضرار البنى التحتية والتجهيزات وتتبع خطة عمل الوزارة للترميم وإعادة التأهيل وتوحيد الرؤى مع الجهات المعنية لترميم المنشآت السياحية ووضع برنامج تنفيذي لإعادة ألقها ووضعها ضمن الخارطة الاستثمارية وفق خطة عمل الوزارة طبعا نبذل كل الجهود الممكنة ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة من أجل تلبية احتياجات أهنى بحلب خاصة السريعة والطريقة خلال الفترة الحالية لا يمكن لأي عمل أن يرقى لحجم معاناة حلب وتضحيات أهل في حلب إلا بتضافر الجهود كافة كأفراد وكمؤسسات من أجل توحيد رؤية ومشهد ووضع خطط وبرامج كذلك زار الوزير مبنى المعهد والمدرسة الفندقية وأتفقد واقعها للإسراع في عملية التأهيل واستئناف العملية التعليمية للطلاب وإعادته أفضل مما سبق وفي حماه وزير الصناعة يطلع على عمليات إقلاع الشركة العربية لصناعة البورسلان واللمسات الأخيرة لانطلاق الإنتاج في شركة حديد حماه تفقد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو معامل الأدوات الصحية في الشركة العربية لصناعة البورسلان في حماه والذي عاود إنتاجه مجدداً بعد توقفه نهاية العام 2012 نتيجة نفاذ المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الأدوات لدى مستودعات الشركة إقلاع خط كان متوقفاً منذ أكثر من خمس سنوات في هذه الشركة الآن وعيدة للإنتاج وعيدة الحياة له مثل ما شفته هناك عمال يعملوا بهمي ونشاط عالي الحقيقة أصرار العاملين بهذه الشركة هو اللي دفعنا أنه لازم نعيد الخط للإنتاج لأنه إنتاج هذه الشركة هو من الاستلزامات الأساسية لمرحلة إعادة العمار بعدها اطلع المهندس الحمو على أوضاع الشركة العامة للمنتجات الحديدية الفولاذية في المدينة مؤكداً على المراحل واللمسات النهائية لإعادة إقلاع الشركة من جديد بدوره أشار محافظ حمى محمد الحزوري إلى البلاد الجديدة للقطاع الصناعي في سوريا من خلال إعادة إقلاع العمل في الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية والشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية هذه الإرادة والصمود والإصرار من قبل سواعدنا الوطنية للبناء هذه أكبر رسالة نرسلها للعالم هذا هو المواطن السوري هذا هو الشعب العربي السوري هذا هو العامل السوري هذا هو مساعد المهندسين ومساعدين المهندسين السوريين الذين يبنوا رغم كل الحرب التي شنت على سوريا لنيل البناء التحتية للقطر العربي السوري إعادة عملية الانتاج إلى العمل مجددا رغم الظروف القاسية التي مر بها قطاع الصناعة نتيجة الحرب على سوريا إنجاز كبير يسجل لصالح الحكومة السورية التي تسعى إلى إعادة سوريا إلى دورها الصناعي والحضاري كما كانت عليها الدور التنموي للوحدات الإدارية عنوان ورشة عمل أقامتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع محافظة حمص لرؤساء مجالس الوحدات الإدارية في المحافظة أقامت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع محافظة حمص ورشة عمل لرؤساء مجالس الوحدات الإدارية حملت عنوان الدور التنموي للوحدات الإدارية شهدت الورشة محاضرات عن تنمية الاقتصاد المحلي وطريقة استثمار أملاك الوحدات الإدارية بالشكل الأمثل والاستفادة منها اليوم تستكمل وزارة الإدارة المحلية برنامج التدريب لأطلقته وزارة الإدارة المحلية بتوجهها من السيد رئيس مجلس الوزراء هذا البرنامج بيستهدف فيه رؤساء الوحدات الإدارية كونهم القادل المحليين لتنمية الاقتصاد المحلي وكون الوحدة الإدارية هي الحاضنة الأساسية للخدمة العامة والاستثمار والتنمية نقوم اليوم بتنفيذ ورشة عمل تدريبي لرؤساء الوحدات الإدارية في محافظة حمص بهدف تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية وتفعيل هذا الدور على أرض الواقع نركز في ورشة العمل اليوم على عدة محاور ورشة العمل تطرقت لدور المناطق الصناعية في دعم التنمية وتعزيز الإيرادات المالية بما يسهم في تحسين الأداء تعمل الوحدات الإدارية في إطار القيادة والإدارة وتنمية أداء الوحدات الإدارية وتفع مستوى أيضا في سياق زيادة تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف التي تتمكن من خلالها الوحدة الإدارية وهو مؤشر لإداء الوحدة الإدارية أيضا ويدعم الوحدة الإدارية في إداءها المال وإداءها الإدارية وفي إداءها الخدمات على مستوى المجتمع المحر نحن كرؤساء بلديات الهدف من هذه الورشات نجل تحصين واقع الوحدات الإدارية من خلال خلق مشاريع استثمارية تعود بالخدمة المواطن بالدرجة الأولى وواردات إلى تلك الوحدات الإدارية يأتي هذا البرنامج التدريبي استكمالا لمشروع تنموي أطلقته وزارة الإدارة المحلية لدعم الخدمة العامة والاستثمار والتنمية مشروع خطة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري لعام 2017 ناقشها عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خلف المفتاح مع عدد من أعضاء الحزب في دمشق ناقش عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري الدكتور خلف المفتاح في محاضرة له مع عدد من أعضاء الحزب مشروع خطة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري لعام 2017 وذلك بهدف نشر فكر حزب البعث العربي الاشتراكي وبرامجه ومواقفه وتوجهاته عبر المنابر الحزبية وغيرها هذا الاجتماع هو اجتماع في بداية كل عام تناقش في الخطة الثقافية والفكرية والسياسية للحزب ويعمل على تقويمها وتطويرها والإضافة إليها لكي تحقق الأهداف التي نسعى إليها من خلال أنها تركز على صناعة الإنسان المحب لوطنه المؤمن أيضا بثراثه المقاتل في سبيل وطنه المنتمي منتمي إلى جذر حضاري المنتمي إلى مشروع وطني وسياسي اليوم يمثل السيد الرئيس بشار الأسد يدافع عنه ويقاتب نجله أبطال قواتنا المسلحة الخطة أيضا في جانب منها تتعلق بالراهن وتحدياته الانتماء المواطنة صناعة الإنسان بشكل أساسي الخطة التي وضعها المكتب تأخذ بالاعتبار جملة الظروف والتحديات والأسيام خطر الإرهاب التكفيري وحرب الهويات التي تواجه سوريا والأمة العربية وسبول المواجهة المعرفية والمجتمعية لها والانتصار عليها فعاليات مهرجان تسوق الشهري صونعة في سوريا متواصلة في ترطوس بمشاركة عشرات من كبريات الشركات الصناعية الوطنية بعد انطلاقه مطلع الشهر الجاري في محافظة ترطوس تستمر فعاليات مهرجان تسوق الشهري صونعة في سوريا الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفيا بمشاركة مئة وعشرة شركات من كبرى الشركات الصناعية الوطنية وذلك في الصلة الرياضية بالمدينة نلاحظنا الأقبال السادة الزوار على المهرجان لاستفادة من العروض لعمية دموعة الشركات الحسومات كبيرة وجودة المنتج السوري اللي كل يوم يرجع لتقلقه الصناعة السورية معروفة كانت من أجوز الصناعات من ناحية السار ومن ناحية الجودة الصناعيون المشاركون في المهرجان الذي سيستمر لغاية السابع من الشهر الجاري أكدوا أن الصناعة السورية ورغم الصعوبات ما زالت مستمرة بالعطاء والإنتاج والجودة والتميز الإقبال كتير جيد طبعا نحن دائما نتمنى أنه تكون أول دورة تنفتح بالسنة هي بطرطوس وآخر دورة تنختم بطرطوس حتى السنة الماضية هيك كانت وهي السنة فتحناها بطرطوس أسعارنا عم تكون 35% لـ 40% حسوماتنا الحمد لله بتمالك شايف الإقبال عم يزيد دورة عن دورة ويوم عن يوم هذا بدل على شيء بدل على صيقة المواطن الكبيرة بالمنتج اللي عم يقدمه الصناعي السوري نيحة الحمد لله أرخص من السوق بشوي كل ما بيعملوا عرض كل بعد ثلاثة شهور عم نلاحظ فيه شغلات عم تكون أرخص من السوق فيه عروض كتير وفيه شغلات كتير حلوة فيه الواحد يستفيد منه أكيد المهرجان في دورته الحالية يشهد إقبالا كبيرا من أهالي محافظة درطوسة ويعتبر محاولة متجددة للتخفيف عن كاهل المواطنين عبر تقديم السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسيط بالإضافة إلى أنه يقدم عروضا مغرية من تخصيص قصائم شراء لأسر الشهداء بمبلغ 500 ألف ليرة سورية مقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها وميداليتين ذهبيتين في الصحوبات التي ستجرى ضمن المهرجان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة